المزيد حول توقيع عدد من عقود مشروعات في إدارة وتشغيل الموانئ مع شركة موانئ أبو ظبي يطلعن عليه مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين من مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث رصدنا اليوم توقيع اتفاقيتين لعدد من تطوير الموانئ المختلفة سواء كانت موانئ في البحر الأحمر أو حتى في ميناء العين السخنة أو عدد آخر من الموانئ في سفاجة والغرطقة وشرم الشيخ هذه توقيع الاتفاقيات كانت بين هيئة موانئ أبو ظبي والهيئة العامة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقد التزام لمدة 30 عاما لتطوير وبالطبع التمويل الخاص بهذا التطوير والتشغيل والصيانة والاستخدال لمدة 30 عاما للبنية الفوقية لهذه الموانئ إما كانت ميناء الخاص بالميناء العين السخنة أو حتى أيضا ميناء ضحرجة وهذا هو بالطبع الميناء الذي يأتي ضمن الهيئة العامة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالطبع هذا الالتزام للمدة 30 عاما تشغيل تطوير صيانة الاستغلال ولكن أيضا الربط الخاص بأربع موانئ أخرى وهي سفاجة والغرطقة وشرم الشيخ وتطوير البنية التحتية أيضا بهذه الموانئ يهدف في الأساس للربط بشكل عام الربط للبنية السياحية في الأساس البنية السياحية هي زيادة عدد النقل السياحي عن طريق هذه الموانئة حيث أن 20% من النقل بشكل عام النقل البحري في مصر 20% منه فقط للسياحة لذلك هذه الاتفاقيات غرض منها زيادة نسبة النقل السياحي عن طريق هذه الموانئة نتحدث عن 13 ألف كيلو متر للموانئ المختلفة في مصر ولكن كل هذه بالطبع التطويرات الأخيرة للتشغيل والاستغلال والصيانة لمدة 30 عاما فقط للبنية الفوقية لهذه الموانئة طبع هذه هي الصورة عن العقدين من مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة والآن أود عليكم مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر